وزير الخارجية الاسيوبي يقول ان احنا التعبئة التانية للسد هتكون وفقا للجدول الزمني المحدد وقال انه الاستخدام العادل لنهر النيل وانه دور السد الاسيوبي هيكون دور فيها التعاون الاقليمي واكد وزير خارجية اسيوبيا ان مصر والسودان يحاولان ومارسة ضغوط غير ضرورية على اسيوبيا من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك تدويل وتسييس القضايا الفنية التي لن تؤدي الا الى زعزعة الثقة بين الدول الثلاثة طبعا هنا ودايما نقول الكلام ده اسيوبيا بتحاول تلقي بمسؤولية على مصر والسودان مصر والسودان ما عملوش مشكلة اللي عمل مشكلة اسيوبيا ولما احنا النهاردة نلجأ للمجتمع الدولي او لاطراف اخرى ده بالمناسبة ضمن اعلان المبادئ اللي اسيوبيا وقعت عليه في مارس 2015 من بند من ضمن البنود اللي وقعت عليه اسيوبيا بيقول البند ده في حالة عدم الاتفاق نروح فين هو ده اللي مصر عملته مصر بالعكس التزمت باعلان المبادئ والتزمت بقانون دول في كل تحركاتها اسيوبيا هي التي لم تلتزم ولم تلتزم بشيء وزي ما قلنا قبل كده ونفضل نقول اسيوبيا رايح على الملء التاني رايح على الملء التاني قلناها ونفضل نقول هذا الامر تخلي بالنا من موضوع كياني بقول كنت بتكلم يوم الأربع بشكل واضح انه الملء التاني حصل ماذا لو حدث الملء التاني اسيوبيا قررت ورايح على هذا الخيار فيه زي ما قلنا حاكوا مكتب للتحاد الافريقي ربما يعقد او هي مكتب للتحاد الافريقي ربما تعقد اجتماعا قريبا تاني بقول قريبا لبحث هذا الامر ويعادة المفاوضات من جديد مفاوضات دلوقتي متوقفة تماما مش اي كلام في المفاوضات المسائل الفنية اللي حدث لكم بتتبعوها المسائل الأخرى اللي بتتبعوها الرد اللي رايح اللي جاي من هنا ومن هنا احنا عندنا حاجات محددة وعندنا زي ما بقول كده خارطة طريق محددة في التعامل مع الملء التاني ومصر بتتكلم على عايزين خليوا بالحضراتكم هنفضل طول الوقت بنتكلم واحد واثنين وحد مليون عايزين اتفاق لن نتراجع عن الوصول الاتفاق مصر بتشغل على ده ده السيناريو بتشغل بشكل رئيسي عايزين اتفاق هنوصل الاتفاق ان شاء الله تاني بقول نصل الاتفاق ان شاء الله مهم جدا لانه لا نترك اسيوبيا تعمل اللي هي عايزها زي ما نقولها كده باللغة الدارجة لا يبقى فيه اتفاق عشان تبقى كل الامور واضحة اتفاق حوالين دلوقتي وحوالين بكرة وحوالين مئة سنة ايه اللي جاي يبقى هناك اتفاق قانوني وملزم حوالين هنملى في قد دي وين بنشغل ازاي بيبقاش ان انت عايز تملى بعد في خلال سنتين عملية خطر جدا لو تم خلال سنة خطر جدا اذا تم خلال سنتين ممكن تملى على سبعة ممكن تملى على عشرة ومسألة لما يكون فيه جفاف ممتد هل في الجفاف الممتد ده هتتعامل ازاي معاه هتعمل ايه المية اللي تيجي او كل ده لا بد ان يكون وفق ايه مش بكلام بيتقال لا وفق قانون واتفاقية ملزمة للدول الثلاثة ده لمصر شغال عليه والسودان شغال عليه عشان نصل مع الاتحاد الفريقي والامريكان اذا تدخلوا وغيرهم وغيرهم بس احنا بنقول للعالم خلي بالك الاسيوبية راحة ملء التاني ده بنسبلنا مسألة يعني بالتالي معناها عدم احترامها للقوانين وعدم احترامها حتى لإعلان المبادئ اللي هي وقعت عليه لسا في 2015 لا بتتلم على 1902 ولا 29 ولا 59 ولا 93 ما بتكلمش على الدول خالص اللي بتكلم على اخر حاجة اسيوبية التزمت بيها في 2015 لو راحت للملء التاني زي ما عملت الملء الاول اخترقت الاتفاق 15 ولو راحت التاني كمان اخترقت 15 واما بعد فلازم نبقى مخلين بلنا من هذا الامر هو مين اللي بيتراجع عن تعهداته اسيوبية مين اللي يحترم اتفاقياته اسيوبية مين اللي عايز يستأسر بكامل مياه نهر النيل اسيوبية لمصر والسودان احنا دولتان مصب هي دولة المنبع يعني هي المية اللي جاي من فوق المية بترجعش يعني المية مش جاية من تحت الفوق العكس جاي من فوق لتحت ربنا سبحانه وتعالى كان يعني ربنا سبحانه وتعالى دي ارزاق كانت مصر ممكن تبقى عالية مرتفعة عن سطح البحر زي اسيوبية كده 2500 متر طيب ربنا خلى اسيوبية كده هو هناك كده مرتفعة وتنزل المية هناك كل هضبة تنزل من 1700 و2000 بتحت ترجمة نانسي قنقر